اليورو بعد ما دور المجموعات خلص بأسرته بكل حاجة حصلت فيه بمنتخبات كبيرة مغيرتش على قد التوقع ومنتخبات صغيرة فاقت التوقعات وعملت مفاجهات في دور المجموعات وقدرت تقتنس نقاط من فرق كبار ومنتخبات كبيرة وكمان قدر ان هم يسعدوا من المجموعات بعد غياب دام لأكتر من 4 و 5 شهور بنعود من جديد لقهوة التحليل وبنرجع بقهوة اليورو علشان نتكلم النهاردة عن توقعات دور الستاشر وملخص سريع عن دور المجموعات فقبل نخش فيها حاجة انزل لقم اللايك راحب بينا برجوعنا من تاني اليوتيوب وكمان اعمل اشتراف القناة على الجرس علشان حلقات اليورو واللي هتيجي بعد كده حلقات قوية جدا ويلا بينا نغش في الحلقة حطيني رقم واحد في الهجة طيب اهلا بك يا هاجية في حلقات قهوة اليورو وبعد غياب طويل دي غياب دام لشهور وشهور وغياب كان ممزوج بفقدان شغف مع شوية حكايات كده بحياته الشخصية فكررنا اللي احنا ناخد شوية بريك كده بريك اه طويل شويتين بس ان شاء الله مع رجوع في اليورو وكمان بداية الموسم الجديد هنعمل حلقات قوية جدا 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 وفي مفاجهات قوية جاية في الطريق تعال نتكلم واحدة واحدة عن منتخبات اليورو وعن مباراية دور الستاشر كنت محتور ابدأ بالطريق السهل ولا ابدأ بالطريق الصعب بس خلاني نتكلم في البداية عن الطريق اللي فيه نوعا ما شوية سهولة وبعد كده نختم بأقوى فرق البطولة في المدعاكة النحاء التانية ومن ناحية السهلة شوية تعال نبدأ بمبارا مبين منتخبين واحد كان على قدر المسئولية واللي هو توقعنا فيه هو فريق قادر على لعب دور المجموعات وقادر على البطولات المجمعة فصعد في مفاجهة بالنسبالي ونحاة التانية ايطاليا صعدت من المجموعات في المركز التاني بعد اسبانيا بعد تعادل وببارا صعبة جدا جدا فخر مباراة مباراة نتكلم عن سويسرا وإيطاليا دعنا نتكلم عن فريقين منفصلين شوية بعد أن نتكلم عن المباراة المنتخب السويسري اه ومنتخب منظم اه ومنتخب عنده لعبين قادرين انهم يشيلوا الفريق ويوصلوا بيه اللي بعيد في البطولة ولكن هم يتعودين على منتخب سويسرا بخبراته انه حتى في كاس العالم او في اليورو هو بيعرف يلعب البطولات المجمعة هو بيعرف يقتنس النقاط هو بيعرف يعد من دور المجموعات هو بيعرف كمان انه هو يرخي مع الفرقة كبيرة شوفنا في اخر مباراة في المجموعة دد ألمانيا كان على بعض شعرات بسيطة وانه هو يفصل في المباراة ويسعد كمركز اول ولكن ربا ضررته نافعا انه هو يسعد كتاني من المجموعة ويقابل نسخة نوعا ما مش مميزة بالقدر الكافي لمنتخب ايطاليا ويمكن يحقق مفاجأة ويعدي ويعمل مفاجأة كبيرة في ظل انه طريقه مفوش مطبط كثيرة ولكن انا وانت عارفين ان المنتخب السويسري بنسبة كبيرة بيكون اخره يعني دور 16 او خالص بيكون في دور الثمانية بعد كده بنشوف انه ما بيقدرش يكمل للاخر زي منتخب مثلا كرواتيا تعاني اتكلم بقى على المنتخب الايطالي حامل اللقب وانه هو جاي دافع على اللقبه المنتخب الايطالي تحت كارس بلتي مع شوية لعبين جديدة ابرز ومن الوحيد او من اقل اللاعبين اللي لفت انتباهي في البطولة ديا هو كلافيوري كلافيوري مدافع ايطاليا مدافع مميز جدا وفرق اوروبا كلها بدلت تحط عينيه على اللاعب دون لاعب مميز جدا ولاعب كبير جدا كلافيوري سواء في الدفاع او حتى على مستوى قطع الكرات وعلى مستوى التمرير للامام ومستوى كبير جدا من كلافيوري ولكن المنتخب الايطالي نوع عامية تحت كارد سبلتة انا مش مقتنع انا كمصطفى مش مقتنع بالمنتخب الايطالي مش ده منتخب ايطاليا اللي كان مع منشينيو ادري يكتسح اوروبا وياخد اليورو ادري يوه قدام فرق كبيرة وياخد اليورو منتخب الايطالي النسخة اللي فاتت في اليورو كان مميز جدا كان بلعب كرة ممتعة كان منظم دفاعيا كان صلب جدا كان صعب جدا لانتا تنتصر عليه على عكس منتخب ايطاليا منتخب الايطاليا تحت كارد اسبلتة نوعاً ما تحس ان اسبلتة عمضة افكار كبيرة جدا وانتظم كبيرة جدا لانه يطبقه في أرض الملعب ولكن لانه لا عنده للعناصر التي تستطيع ان تطبق الافكار فهي ويطلع المنتخب الايطالي شكله باهت باهت نوعاً ما ولكن يقدر يعدي عقبة سوسرا او يقدر يعدي عقبة سوسرا لو اسبلتة حسن من اداءه او حسن من افكاره وعابد المنتخب الإيطالي بدأ تخش الفرما، استمر بأفضل فرد ملعب لأن جهزة ليسوا على الأفضل حالاته وبعض المدفعين وبعض الأبيت نص الملعب ليسوا على الأفضل فبالتالي منتخب الإيطالي هو منتخب باهة نوعا ما سويسري هو منتخب عليه وهو منتخب عليه أمال كبيرة جميع متقود لأنه راح المترجم اللي عاد منه ولكنه ي Legalist accepting الموقف وتعالى يُولدign 즐 lavamento دور الثمانية. وسويسرا بتودعنا بمباراة جميلة بتعملها في دور الستاشر زي كل سنة. تخرج من البطولة. وتوقيع المباراة هو فوز ايطاليا. وان هما يعبروا لدور الثمانية. المباراة التانية وهي مباراة انجلترا وسولوفاكيا. المنتخب الانجليزي اللي انا عندي كلام كدير قوي عليه عن ساوس جيت. ساوس جيت من مدربين العينة دي جدا. وياريتوا ببعين دي مسلا ان هو عينة دي في حاجة اوه كويسة او حاجة فيها فكرة. وممكن مع الوقت تتحسن وتبقى شكلها كويس في المستقبل. لا. ساوس جيت ببقى عقيم فكريا ومتحجر فكريا في اشياء مش هي افضل شيء. ساوس جيت كان معاك جيل دوا في يورو اه 2020 وكاس عالم 2022 ووصل في يورو اه 2020 وخسر لقب ووصل دور التمانية في اه او دور التمانية في 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 كاسر عالم قطر وضع برضو بطولة وشكله في البطولة دي مش المبشر. شكله ما يدلش ان انت اه منتخب ممكن يوصل لبعيد او منتخب ممكن يحقق اللقب. انت اولا بادئ بتشكيل خاطئ من البداية. وان انت بتقحم اليكزاندر ارنولد في نص الملعب ما بشرتها من بداية المباراة. جنب ديك للرائز دي يعني اه خلتك شكلك وحل جدا فرد الملعب. فرق كتيرة كانت بتستباحك في نص الملعب بسبب ان انت عندك الصناقية بتاعت رايز و بتاعت ارنولد. ارنولد مش لعب تمانية. ارنولد او ممكن يعملك قدر مركبة ان هو يبقى من يحيط اليمين ويخش القلب الملعب عشان يعمل زرع الزيا في نص الملعب ويعمل زرع الزيا في التلت الامامي باللعبات تمانيات بتقدمه قدام وهو يخش جنب اللعب من مرة ستة. ولكن ان ان انت تبدأ بيه بداية مباراة وتبدأ بيه عامة في مركز ثمانية مش هي يعمل اي حاجة. فاول مباراة كان في بس كان مش اقول لك بس يضغطوا عليه. من غير ما تضغط عليه. كان بفكد الكرة. والدنيا تسطرت وكسب المباراة. المباراة اللي بعدها ضد الدنمارك كانت مباراة صعبة. كانت مباراة شارسة. مباراة كانت ممكن المنتخب الانجليزي يخرج منها خسران عادي جدا. والمنتخب الديماركي كانت غسله في نص الملعب. بويبرج وريكسن وشوية لعيبة كده يعني مرتفوفين على الفريزر. فبالتالي المنتخب الانجليزي عندك سكواد كبير جدا. عنده تشكيلة قوية جدا. عنده عناصر فردية فقيلة جدا. ولكن كثاوس جيت مدرب ومدير فني عليهم. ده هيقتل الجيل ده ومش يخليه يوصل لبعيد. مش يخليه يوصل ان هو ياخد يوروه او ياخد كاسعالك. تخيل الجيل ده مع بيب جورديولا او ييرجن كلوب. هيعمله معهم ايه? اضعف الامان مع ارتتا. هيعمل بهم ايه? هيعمل بهم فريق مرئد. يخشاه يقابله الجميع. ولكن كثاوس جيت مدرب عقيم جدا جدا جدا. نحى الثاني سلفاكية هو منتخب او صعد افضل توالد وصعد بمفاجئة كبيرة واول مرة يصعد كمان من المجموعات. انا شايف المنتخب الانجليزي على قدمه هو سيء مش مميز شكله باهت بكسب بالعافية. اا ما عندهش هوية ما عندهش شكل في التلت الامامي ما عندهش شكل في التلت الدفاعي ما عندهش اشكال ما عندهش افكار ممكن يعد من سلفاكيا. سلفاكيا مش فريق كبير مش فريق اا يرخم على منتخب الانجليزي او ممكن يتعادل يخطفجون يمشعارك ايه? ولكن في الاخر توقع ان المنتخب الانجليزي هيعبره عقب سلفاكيا ويوصل لدور الثمانية عشان يقابل المنتخب الايطالي. المباراة الثالثة وهي مباراة رومانيا وهولندا. رومانيا وهولندا المنتخب الروماني حقق مفاجأة كبيرة جدا بعد مفاجأته كبيرة جدا في دور في التصفيات. وصفات قبل البطولة عمل مفاجأة كبيرة وصعد كاول للمجموعة وكمان في اليورو بيقدم مفاجآت ضخمة جدا وبيقدر يسعد من دور المجموعات لأول مرة في تاريخه. وبيوصل لدور الستاشر بعد اداءات مميزة في دور المجموعات. فهو اللقاء بيكسب اوكرانيا تلاتة سفر. ثاني اللقاء بيخسر امل بلجيكا. بلجيكا منتخب كبير ومنتخب ضخم. عارف يلعب على منتخب رومانيا ويخسر رومانيا. ولكن في برات التالتة قدر يتعادل مع سليفانيا ويسعدوا من دور المجموعات. يسعدوا يا باشا من دور المجموعات الاثنين. رومانيا وسليفاكيا ومعهم بلجيكا. والقران الاسب بتخرج باربع نقاط. يعني في صفقة تاريخية ان المجموعات دي كلها منتخبات دي معهم اربع نقاط. كل نفس النقاط وبيصعد فرق تلاتة بس. ومنتخب الرابع بيخرج في الظل ان هو وياخد اربع نقاط. ودي اول مرة تحصل تقريبا في تاريخ اليورو عبر التاريخ يعني. مباراة صعبة للرومانيا لان هولندا انا اتوقع ان هو هيعد عقبة رومانيا او قادر ان هو يعد عقبة رومانيا. ولكن من وجهة نظر المنتخب الهولندي مش هيوصل لبعيد. مش هيوصل لبعيد. لان الاداءات اللي انا شفتها منه في دور المجموعات. هو وفرنسا في نفس المجموعات ما يدلش ان المنتخبين دول هقدر يوصل لبعيد في البطولة. المنتخبين اه منتخبين كاسم كبار ممكن يوصل لبعيد في البطولة باسمهم وتاريخهم. ولكن على مستوى ارض الواقع لا هولندا وفرنسا مش كويسين. لان اتكلم دول هولندا عبارة ما نوصل لفرنسا. ماذا هو هولندي مش كويس تحت قوة تحت القياد الكومن. وجهة نظري اه ممكن يعد في البطولة ولكن هو ما بيقدبش اداء ممتع. هو منتخب النمسا بيخطفه ويكسبه في اخر مباراة ويسعد كاول للمجموعة. منتخب الهولندي بيسعد كتالي للمجموعة بالزق بالزق بالتعادل مع فرنسا او تارت للمجموعة. عفوا. وتتعادل مع فرنسا وتتخسر من النمسا وتكسب مباراة ضد منتخب اولندا. بلنسبة للرخم على فرنسا في اخر المباراة في المجموعة وخرج منه بتعادل. ولكن منتخب الهولندي انا مش عاجبني منتخب اولندا. وعاجبني منتخب رومانيا جدا جدا جدا. ففي المباراة دي انا شايف وقلبي حاسس انها سيحصل مفاجأة كبيرة ومنتخب رومانيا سيصعد على منتخب اولندا بدور التمانية الاول مرة. في المباراة الاخيرة في الجانب النوعا ما مش صعب او نقدر نقول عليه. جانب سهل هو مباراة انا كمصطفى منتظرها. مباراة تبقى قوية جدا 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 جدا. ما بين النمسا وتركيا. النمسا وتركيا بالنسبة لي هم منتخبين نوجة نظري هبو حصان اسود في البطولة. ده صعد هبو حصان اسود لان المنتخبين الاثنين حلوين اوي. المنتخبين الاثنين يلعبوا قراءة حلوة اوي. عدوا مع ناصر مميزة جدا منتخب التوركي عنده ارداجل وعنده تشانالوجلو. وعنده لعبين كبار ولعبين قدرين وهم يصنعوا الفارق مع منتخب بلادهم. ناحا تاني منتخب النمسا عنده منتخب كبير. بعكس انه كمان غايب عنده الابا ديفيد الابا في البطولة دي. لأن المنتخب النمساوي يلعب بشكل كويس جدا. عمل مباراة كبيرة جدا ضد المنتخب اولندا. وعمل مباراة كبيرة ضد المنتخب الفرنسي في اول مباراة. وقدر للأسف فيه صراحة سفر. ولكن ادر يلعب المباراة كبيرة سواء ضد اولندا وضد اولندا. ويكسب منتخب النمساوي وه outraive منتخب ويهتم منتخب الفرنسي يمميز بالنمساوي. والمنتخب التركي ميزين في طويلة فر Lean podcast امتعوا الافكار واللاعبين الذين يمكنهم في الشكل المميز. فالاثنين المنتخبين مميزين بالنسبة لي ويمكننا انهم setup здесь, انهم فقمون به تلك المباراة من الاس collaborated. في Straight deliver logical decision. مبار loose فانه اتوقعت فتلك انهم فا estou conseguir انته тебе قدر اولا بعناء هذه الأسفل الكامل من حساب تركيا. نخش بقى على الجبهة اللي فيها المدعكة نبدأ بصحاب الارض المانية ضد الدنمارك مباراة مش اقول لك صعبة مباراة هتبقى شرسة ليه؟ للمنتخب الالماني فدور المجموعات انا اقنعني اقنعني على مستوى الافكار اقنعني على مستوى التكتك بتاع نجل زمن اقنعني على مستوى اشياء كتير ولكن في نقطة المنتخب الالماني لما لاعب منتخب منظم قادر يقف صح وقادر ان هو يخن där اقنعه مباراة لكن كتير من المنتخب الالماني علي اقنعني اقنع المتخب الالماني اقنعلى بسعوب لما العمك تقفل انت عطلت ولا بقى موسيالا فادك ولا فيردس ولا هافردس ولا كل ده فلجريك احد عددك كل منزل يجيب لك جون ونحا تلعب هافردس من طول ماتش تلعب هافردس من اول مبارا في البطولة انا شايف في مبارازة يا منتخب الدنمارك انت محتاج فلجريك عن هافردس محتاج لعب محطة محتاج لعب ان هو يسليد لك الكرة للاطراف محتاج لعب ان هو يقفلك على الكرة في نص ملعب الخصم محتاج للمهاجم التسعة الكلاسيكي اللي تقدر تعتمد عليه لو الدنيا عطلت منك على الارض تلعب لي كرات طويلة لان هافردس مش عارف يعمل لك ته مش عارف ياخد سناءات مش عارف ياخد كرات طويلة مش عارف ينزل الكرة على الارض بقى تبقى في الهواء فلجريك من وجود نظر تبقى افضل ضد منتخب الدنمارك منتخب الدنمارك ده حتى انا منتخب كويس احنا عارفين الدنمارك في اليورو ممكن يكونوا في كسر عالم بيريح كسر عالم مبيعملش افضل اداءات ولكن بيجوه في اليورو بتلاقي بيمشي بيتترسل كده واحدة 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 حتى ما يوصل ايه نصف النهائي ولكن البتورة دي انا الاسف شايف ان المنتخب الالماني قوي جدا عكس البتولتين من فاته فانا شايف ان المنتخب الالماني قادر على عبور المنتخب الدنماركي فهذه الموباراة ويسعدوا الدير الثماني في الموباراة الثانية في ناحية الموت او ناحية الصعبة وهو مباراة اسبانية وجورجيا لقد يكسبه من يقابل الالماني على حسب التوقعات المنتخب الاسباني انا شايف المنتخب اسبانيا أفضل منتخب البطولة المنتخب على مستوى الأفراد هو مميز جدا سواء لمستوى نصر الملعب أو المستوى الوجوم وحتى الناس إلي قابلت البطولة أنا شهفت نس كتير أتكلمت وكانت بتشكك Philosophenic دفعias من hier celle IPE. أنا مرى تفعات منتخب ESPANIAiones متاسكه جدا. كانت متاسكة ضد qué Kuatia وكانت متاسكة ضد Leg Island ضد البانيا وقلت مباراة في آخر المباراة parallels give foundation إلى الى آخر المباراة من النعلام التعب есть ويلعب كل فريق الاحتياطي لعب الفريق احتياطي كله يحناجم starvные مرعب Ilomida تسع نقط من ثلاث مباريات. المنتخب الاسباني مميز جدا. منتخب الاسباني تحت كادة ديلافونتي مميز على ناحية. سواء الاستحواز او اللعب المباشر. انا بشوف المنتخب الاسباني لما بلاقي الدنيا عنده مش كويسة في اللعبة الاستحواز. لانا عادي جدا هتخلى عن هوية بتاعتي. وعادي هلعب كرات مباشرة و كرات طويلة على مالفانو مورطة. ونوى ينزل هوملي لياميل امال او نيكو ويليامز. وابتدي رعب الاطراف. وابتدي اقدم ساحة ارتجالية سواء للمين يامال او ويليامز ان هم يروحوا لوجون ويروحوا بالشوف ويعملوا ترقصات ويرقصوا ويروحوا لوجون ويسددوا. وشوفنا كزا كورة سواء من يامال او من ويليامز وقدروا ساعتها يهددوا مرمى الخصوم. فبصراحة شايف المنتخب الاسباني قادر انه يوصل لبايد او في البطولة. او يصطدم بالمانيا. وبعد المانيا يصطدم بمنتخب سواء بلجيجا او فرنسا او برتغال. هي منتخب صعب. بس انا شاهد ان المنتخب الاسباني قوي جدا في البطولة دي. ومنتخب الناحة التانية منتخب جورجيا. منتخب مفاجئة بالنسبة لي. منتخب محدش عارف احد غير هو فرد سخيليا لانه يلعب في في نابولي. ولكن منتخب مفاجئة بالنسبة لي. منتخب يقدر يسعد من مجموعات. يقدر يكسب البرتغال في اخر مباراة في المجموعة. بيحقل مفاجئة. بيعمل ماتش كبيرة. بيعمل ماتش كبير جدا ضد البرتغال. بيقدر اكتنس ثلاث نقط. مهمين ويسعد من اندر المجموعات لأول مرة في تاريخه. لانه هو اول مرة اصلا في تاريخه يخش البطولة. لما يخش البطولة يسعد من المجموعات. في ده انجاز كبير جدا لجورجيا. وانا بصراحة شايف ان ده خلاص انجاز عملته وتشكره عليه. ولكن مهمتك. هتقف هنا في دور السلتاشر. المنتخب الاسباني. هيدر اتخطة جورجيا. عشان يقابل المانيا. على حسب توقعه. مباراة تالتة وهي مباراة البرتغال وسوليفينيا. فريق سعد كاول مجموعة. فريق سعد كثالث المجموعة. سوليفينيا برضو انه فجأة ان هما يسعدوا من در مجموعات وصعدوا احسن توالد. واحسن توالد دي سعدت بعض فرن ان هما يسعدوا كاول مرة تاريخهم مثل سوليفاكيا. وزي سوليفينيا. وزي الجورجيا. فريق سعدت بفضل المركز افضل توالد دوان. منتخب المنتخب السوليفيني. بلزبانه فجأة. ما مش كلام كتير عليه. منتخب مكتهد. منتخب او رحم على انجلترا. منتخب رحم على الدنمارك. منتخب اعمل اداءات كويسة في دور المجموعات. ممكن يعمل اداء مهي ضد البرتغال. لكن البرتغالي. بص انا شايف منتخب البرتغال مش افضل شيء تحت كارة مارتينيز. وشايف ان انت سانتوس زيه زي مارتينيز. مفيش تخطوط للمستقبل. مفيش تخطوط لتجيب مدرب عند افكار حديثة. مدرب شاب يقدر يواجب الكورة الحديثة. انت جبت اتنين مدربين سوى سانتوس او مارتينيز. اللي اتنين واجهين له عملة واحدة. سانتوس ضايع الجيل مميز جدا من منتخب البرتغالي. قدش بكاس عالم. وانت روح تجيبت مارتينيز كما ضايع الجيل اللي موجود بتاع برتغال زي ما ضايع الجيل اللي كان بتاع بلجيكا. كلام بقى هزرد وفرتونجن والدفيرد وكورتوك وكل الجيل ده. هذا ضايع الجيل بلجيكا. وهذا ضايع بلجيكا وبرتغال. ورح تجيب مارتينيز تاني. هل تجيب مارتينيز اصدر من بلجيكا. فليه مش فاهم. طبع الارض الملعب يقدم شيء لا طبعا. او الموراة عمل تشكيل كارثي قدام ونزل كل اللاعب يا الله يا شباب انزله ونزله وعلعبه وفرحه ونزل كل الناس وكل الدليا. وطبعا كان شكل عشوائي بحث وكان مش عارف يلعب ده. منتخب الارض المنتخب على قده جدا. منتخب الارض الملعب قد يكسبه كمان ده. تكسبه باخر ده المباراة. بفضل الشاب كونسيساو. تكسب ثلاثة بتقدم امرأك. طول ان هنا انا موجود انا قوي على منتخب مميز ضد منتخب تركيا. اه بيقدر يفلد عضلاته. ومباراة الاخيرة انت بتخرج خسران من جورجيا. فانا مش فاهم ان منتخب ده قوي جامد جدا. زي ما شاهدنا ده تركيا. ولا منتخب دوا منتخب متزبزب. زي ما شاهدنا في اول مباراة الدليتشيك واخر مباراة الدجورجيا. هل يقدر عدي سولوفانيا مش عارف. انت شاهد ده جورجيا خسر. وده دليتشيك كسب بطلع الروح. فعادي ممكن سولوفانيا تفضل ترخم عليك وتتعدل وتتعدل وتتجرك لوقت تضافه ضربة الجزاء. تخرج من دور السلتاشر. في ذلك اللي انت معندكش هوية. في ذلك اللي انت معندكش افكار مميزة. في ذلك اللي انت عندك مدرب عقيم زي مارتينيز. زي زوزجيت. وزي دي دي شامبل. وشوائي كده. ولكن منتخب البرتغالي. ممكن يمشي لدور الثمانية. بس مش هكمل عيد. ولكن انا نرى المنتخب البرتغالي. وحش جدا جدا جدا. واخر بوطولات رنالضة مع المنتخب البرتغال. يبقى هو اللي شائل الفريق. وهو القوي. وهو اللي بيعمل كل حاجة. تحاجة كبيرة جدا. المنتخب البرتغالي كمان. حظه وحش جدا. من الفين وستة. الفين وستة. وهو كل مرة. يسعد المجموعات. بيخش في طريق صعب جدا. في اخر جيمة من دور السلتاشر. يعمل من دور الثمانية. من ميزيمة فاينل. والمرة اللي راح فيها. في طريق سهل. راح خد البطولة في روح الفين وستة واشترا. المنتخب البرتغالي. الله يكون في عونه. الله يكون في عونه. الله يكون في عونه. وشجعينه. والله يكون في عين الشعب بتاعه. بمواجهات صعبة جدا. لعمل منتخب البرتغال. لكن لدينا نوجة نظري. منتخب البرتغالي. لدينا عدى عقبت سولفانيا. ويصل دور الثمانية. وفي دور الثمانية يشوف يعمل ايبا. هيا اخر مبارا معنا في دور الستاشر. وهي مباراة فرنسا. وبالجيكا. منتخبين. بالنسبالي. ويحشين جدا. جدا. منتخب فرنسا. يتعادل مع بولندا. هو منتخب سيء جدا. منتخب للنمسك هالته ثلاثة واحد. منتخب سيء جدا. تتعادل معها. لدينا جميع من بولندا جمان يكسبك. لانه كان متقدم. منتخب بالجيكا. بالفاقية. فانت يمعلم ازاي. انه متخب كبير. زي متخب الجيكا. قادر عنده العوناصر اللي تفرق معاه. ولكن منتخبه برضو. مش قوي. منتخبه على الآد. ولكن. ما حالتاني. منتخب الفرنسي كان مع مجموعة. مش افضل شيء. كسب النمسك واحد سفر. وكسب اه بعد كده اتعدل مع بولندا في الاخر اخر مبارا واتعدل مع هولندا سفر سفر فانت خارج بخمسة صعب بخمسة بونت والنمسا صعد لك اول يعني دل مفاجأة ان النمسا صعد اول في موبوعها في فرنسا وهولندا او كان متوقع ان النمسا تصعد لك افضل توالد و لو كانت صعدت اول راحت في طريق سهل نوع عمال لكن فرنسا وبالجي كان مباراة صعب التوقع لان المنتخبين فعلا اوحش من بعض ديدي شامب متسيق لابعد الحدود ومش بقى ياخد البطولة واساية كده عادي جدا عادي جدا كان سيئ في 2018 وقت كس العالم كان سيئ في 2016 وصل فاينال كان سيئ في 2022 وصل فاينال كان بيشين مباراة على الكاتف ويمشي المفاجأة الكبرى ان المنتخب فرنسا منتخب مباراة مباراة لما قاموا ماتشو هولندا بيش شكل فرنسا بيجوه رابي و جريزمان بيرفعوا قدام الجرر كامون بيتخبط على الجرام ويبعوا في الارض الوحده فرنسا بيجوه مباراة مجهولة بالنسبة لي موكة بيجوه تعمل مباراة كبيرة وتسعد وموكة المستخدمين يعملون مباراة كالليلة واحد فيهم يسعد صبا جون لطش لعوة دربة الجزاء مباراة بالنسبة لي ولمنتخبين لا تقنعوني في المجموعات وبذلك المجموعاتهم سهلة الناس كلها قالت لك فرنسا اول مجموعة بتسعة بنت بلجيكا اول مجموعة بتسعة بنت مفاجأة ان بلجيكا بتسعد فاخر ماتش كانت ركابة بتخبط ضد اوكرانيا الاوكرانيا لو جابت جون بلجيكا بره بطولة فرنسا نحن تنغي ان ركابة برضو بتخبط على الجيراد كانت هوب ممكن تدخل بره بطولة فانت ماتش مجهول ولكن انا شايف بالخبرات باللعبين بالعناصر بمستوى اكبر نوعا ما على مستوى الافراد منتخب فرنسا منتخب بلجيكا انا اتوقع ان الانتخب فرنسي يقدر يعد عقبيد بلجيكا ويسعد لدور الثمانية وبلجيكا بتودعنا من دور الستاشر وبس يا سيدي ده كانت راجعتنا من جديد اليوتيوب ان شاء الله هنشوف تجديدات اكتر هنشوف استوديو جديد هنشوف ديكور جديد هنشوف برامج جديدة ممكن تحصل في القناة برامج مميزة قصص بقى مسابقات لسه مش عارفين لسه بانجهز فتأكد ان انت عمل اشتراف في القناة فعلى الجرس عشان الحلقات الجاية بتعطي اليورجيك على طول وحلقات بعد اليورو كمان في بداية الموسم الجديد وتوقعات اشياء كبيرة جدا جدا فانزل اعمل سبسكراف على الجرس وعمل لايك عشان شجع اخوك في رجوع اليوتيوب وتطلق الحلقة دي الاكبر عادة من الناس تشوفها وانا ومشتبينا على سوشال ميدا بتعطي ومشتبينا على السوشال ميدا بتعطيه في اسبوك وتويتر